انطلقت صباح اليوم من مطار حسن جاموس الدولي بالعاصمة أنجمنا أولى رحلات الحج لهذا العام لنقل الحجاج الجاديين إلى الأراضي المقدسة حيث قام رئيس بعثة الحج الجادي صالح برما بتوديع أول أفواج الحجاج الجاديين على رحلة طيران ناس متجهة إلى المدينة المنورة برفقته عدد من أعضاء اللجنة واللجنة العليا للحج واللجانة الفنية وباشرت بعثة الحج اليوم بتوديع أفواج الحجاج بمجموعة الحجاج 450 حجا كما قدم رئيس البعثة الجادي صالح برما مجموعة من التوصيات والتوجيهات للحجيج الجاديين انطلقت الطائرة في تمام الساعة الخامسة صباح هذا اليوم اختتمت مساء أمس فعاليات الصلوات والدعوات التي نظمت من قبل كنيسة الرب الإنجلية بهدف نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي محمود موسى الفيل ضمن الأنشطة والبرامج الكنسية التي ينظمها أتباع الديانة المسيحية بجميع أقاليم البلاد جاء اختتم فعاليات القداسة الكنسية التي نظمتها كنيسة الرب الإنجلية وذلك بهدف نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بين أبناء الوطن فضلا عن تعليم بعض الجوانب الدينية لأتباع الكنسة هذا وخلال خمسة أيام من فعاليات القداسة دع المشاركون عدة نداءات عبر الصلوات الإنجلية سائلين الرب بأن يمن الأمن والسلام والاستقرار وكذا الخروج من الأزمة الاقتصادية التي لا ذالت تمر بها البلاد الأثقف كيلي بيمبا الزائر من دولة الكامرون قدم خلال مداخلاته قائلا أن تنظيم مثل هذه الصلوات الإنجلية تدخل في إطار الأعمال التي يقوم بها قادة الديانة المسيحية حيث تلعب دورا كبيرا في جلب السلام والاستقرار الدائم مناشدا للجميع التمسك بالقيم الدينية يعد واجب حضاري في تنمية وتقدم الشعوب كما أن القواعد والنظم الدينية المسيحية تساعد المنتمي إليها كي يصبح قدوة في مجتمعه وقد شهد الحفل عدة تراني من إنجلية من قبل الفرق المشاركة من مختلف الكنائس الإنجلية يذكر أن هذه القداسة شارك فيها العديد من أدباع الديانة المسيحية الذين قدموا من مختلف المدن والأقاليم الكادية يمثلون مختلف الكنائس الإنجلية بالبلاد